المحاضرة التاسعة من محاضرات 4R تقدرون تلقون المحاضرات جاملة بالمقترح على يمين الشاشة راح تلقون بكل المحاضرات السابقة للأبرلم بهذه المحاضرة راح نتحدث عن الكلينيكل كوريليشنز تابع المحاضرة موسيقى 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 مثل ما تحبون بهذه المحاضرة راح نتحدث عن الكلينيكل كوريليشنز بالكتاب موجود اكثر من اللي راح اذكر هنا ولكن انا اكتفيت باللي موجود بهذه المحاضرة باعتبار انه لمن راح نخلص الابرلم راح يكون عدنا كيسز لازم نحلها ويكون عدنا اسملي كوستشنز انه لازم نخوض بيهن فاللي راح يصير بذاك الوقت تدو لمن نحل هذه الاسئلة راح يأول بشكل جدا كبير عن الكلينيكل كوريليشنز بشكل عام ولكن باعتبار انه احنا قاعد ندرس ميديكال بيسك سايينس والكلينيكل ما يكون تركيزنا عليه ومع ذلك انه الكتاب ركز على هذه المفاهيم فاني ما راح اكون افضل من الكتاب فرح اركز مثل ما هو يركز انتابع المحاضرة اول كلينيكل كوريليشن عدنا هو الالبوتينينايتس او اللاترال ابيكون دايلايتس الحمدلله لفضتها صحيح الالبوتينينايتس ببساطة احنا عدنا السوبارفاشل اكستنسرز السوبارفاشل اكستنسرز هنا عبارة عن السوبارفاشل لير اوف بستيرير كومبارتمنت اوف فور ارم ذني استخدام المفرد اليهن ربوتاتف يوز مثلا انه ممكن يكون شخص انه حرفي فيستخدم يعني يستخدم ذني الاكستنسر مصرز بكمية كبيرة فبالنهاية صار عنده باين باين باللاترال ابيكون دايلا هذا الباين سببه شنو شن نشأته ليش صار اللي صار بهذا الباين طبعا هذي هي الكم انا ما رح اركز بالموجود رح اركز باللي فاهمه لانه تقريبا نفس الشيء والحكمة بون نوقر الحكمة انه افهمكم لانه هي شيء اضافي اصدق بالنسبة لهذا الحرفي اللي صار عنده هذا الباين باللاترال يعني مكان تقريبا هنه اللي صار عنده انه استخدام مفرط لذني المصيز ذني المصيز اليهن ارجن مشتركة ارجن مالتهن هي الكمون اكستنسر تندن هذا الكمون اكستنسر تندن انه بسبب الافراط الاستخدام المفرط اليه صار به انفلاميشن دندنايتس معناه انفلاميشن بالدندن Okay فصار عنده انفلاميشن هذا الانفلاميشن رح يسبب رايديشن او يعني بعد ان صار عنده انفلاميشن البين وحيسبب بين البين رح يصر به رايديشن بحيث انه ينزل للديستل يعني ينزل ديستلي وممكن يؤثر على انه يعني الفور آر محد الهاند يؤثر يعني حسب السيفيريتي مال هذا البين هذا الشخص الحرفي انه رح يلاحظ انه لمن يفتح الباب يعني قاعد يستخدم أو انه مثلا لمن يرفع الكوب او يسوي extension للرست مادة رح يلاحظ انه وجود والبين انه شوية شوية يزداد يزداد الى ان ينتقل الى البريرستيم يعني الطبقة اللي يتغلف العظم بالنهاية صار البين مسكلا سكليتال يعني مسلز وبنفس الوقت بون بهذا المعنى فهذا هو الالبو تيندينايتس ما عاد نصور الا لان هو الشرح جدا واضح فانتوا تصوروا اللي شرحنا قبل عن الفور ارب ورح يكون عندكم مكان البين بالضبط واضح الكليكالكوريليشن الثانية اللي هي عبارة عن السينوفيال سيست أوف رست سيست معناته حويصلة او انه فتشي مجوف بفتشي سائل او مهم انه بحالة نحن سائل السينوفيال سيست ببساطة هي عبارة عن ننتندر سيستيك سوالنج شنو معناته ننتندر او تندرنس اساسا ننتندر يعني معناته ننتندر زين تندرنس شنو التندرنس انه لما يكون عندك مثلا انه بين بمكان معين او انه فتتركيب معين او فتتسوالب بمكان معين اذا اجب ضغطت عليه وحسيت انت ببين لما اني ضغطت عليه فهذا اسمي تندرنس يعني لما اني اضغط انت تصيح هذا تندرنس هاي الفكرة فهاي السيست انه اكو سيست اكو سوالنج ولكن من اضغط عليه ما اكو تندرنس ما اكو الم بعد الضغط الم بسبب الضغط فما اكو هاي تشيب فعمليا انه هذه هي السينوفيال سيست أوف رست احيانا يكون او كوبين بس المستقمن انه ما يكون او كوبين بمن نضغط الان السايز مولدها السايز ممكن يكون جست غريب يعني عبارة عن عنبايا صغيرة وممكن يكون لا عبارة عن بلام بلام يعني خوخاية ممكن تصل بمستوى الى خوخاية وممكن تكون صغيرة لدرجة انه عنبايا الان الموجود بها شنو انه اولا احنا خلي نفهم انه هذه اللي سميناها سينوفيال سيست اوكي او فرست سميناها سينوفيال لانه هي عبارة عن اكستنشن ننتقل الى الصباح الثاني هي لكم قدامكم هي عبارة عن شنو عبارة عن اكستنشن للسينوفيال شيث السينوفيال شيث اللي هو يغلف التاندن حتى يمنع الفريكشن اللي يصير انه رح يصير باكستنشن اكستنشن شنو معناته انه زيادة كأنه يصير عدي زيادة بالسينوفيال شيث هاي الزيادة رح تنميلي انه بنفس التركيب بنفس المكونات مع السينوفيال شيث ورح تطلع عندي مثلا تطلع ممكن هنانه انه مثلا رح يشوفها شوي بالصورة ممكن تطلع اهنان مثلا ممكن تطلع باماكن متفرقة ولكن شرط انه يكون بالسينوفيال شيث حتى نسميها سينوفيال سيست أكو مكان أيضا أنه ممكن تظهر بهذه السنوفيال سيست بالرست بالكاربال تنل بالأكستنس بالفلكسر كمون فلكسر الشيث أوف الفلكسر يجتورون رفوندس والسوفرفيشيالس هذا اللي يغلفهم اللي هو الكمون فلكسر الشيث هذا اللي يغلفهم سويا ممكن أنه تطلع من عندها السنوفيال سيست وتسبب كومفرشن على الميدان نيرف وليسبب عندي بارالسز وليسبب عندي مشاكل نسميها مشي نسميه أنه الكاربال سندروم أو هنسيت اسمها الكاربال تنل سندروم وهذه السندروم رح تحدث عنها إن شاء الله بالهند سيكون أكو كلينكو كوريليشنز أكيد على الهند فهذه رح تسبب كومفرشن على الميدان نيرف وسبب عندي هذا الكاربال تنل سندروم الآن هذه السست إن شنو سببها ما لها سبب واضح يعني ما كو سبب منطقي حتى تطلع دنا هذه السست إن شنو السبب مالتها ما معروف نشوف هذه هذه هنا ظاهرة عندي بالأكستنسر أكستنسر كاربيراديالس بريفيس هذا مكان الأكستنسر كاربيراديالس بريفيس ممكن تظهر بأي واحد من ذني السنوفي الشيث ولكن المستقمر رح يكون عندنا هنا بهذه النقطة وبالكاربال تنل أيضا حتى السبب عندي الكاربال تنل سندروم الآن ننتقل إلى الكلينكال كوريليشن الثاثة على ما أعتقد صارتنا الثاثة اللي هي الهاي ديفيجين أوف بريكيال آرتري كالعادة الهاي ديفيجين أوف بريكيال آرتري فيرييشن بي يعني التارميل برانشز أوف بريكيال آرتري بدل أن يكون بالكتوبيتال فوسر اللي هو المكان المنطقي إلاء والمكان الطبيعي إلاء وأغلب البشر يكون بالكتوبيتال فوسر أنه رح يصير عندي مثلا بالمدل أوف ذا آر ممكن يكون على بروكسيمال بوينت يعني بروكسيمال بوينت بالآرم ويصير ديفيجين بحيث أنه يكون عندي راديال وآلنر آرتري قبل أن أوصل لي الفرار يعني بالآرم أقول عليه راديال آرتري وراديال وراديال آرتري وآلنر آرتري أوكي بهذا المعنى بهذه الطريقة لو نلاحظ أنه مثل ما قاعد تشوفون هذا عندي البركيال آرتري من قسم هنا وصير عندي راديال آرتري مثل ما قاعد نلاحظ راديال آرتري وآلنر آرتري وقاعد يدخل الميديال نيرف قاعد يدخل ميديال نيرف ما بيناتهم أوكي الميديال نيرف رح يصير ما بيناتهم بدل أن كان أنه هو يعني ميديال يعني بهذه النقطة بدل أن يكون ميديال للبركيال آرتري صار intermediate between the radial artery and يعني هنا المفروض الطبيعي ما رفع نسقل الطراحة المفروض طبيعي أن يكون ميديال للبركيال آرتري هنا نصار intermediate ما بين radial artery والألنر آرتري وأيضا بهذه الحالة لما نلاحظ هذه الحالة أنه high division of brachial artery رح يصير عندي communication ما بين ما بين الميديال نيرف والمسكولوكيوتينيس نيرف يصير بنافت الكميونكيونشي كميونكيونشي شو معناته؟ يعني يشترك بي نيرف فايبرز هذه الكلينكال كورييشن خلصنا منها ننتقل للكلينكال كورييشن الرابعة أعتقد السيبرفشيال ألنر آرتري ببساطة من اسم السيبرفشيال ألنر آرتري أنه رح يكون الألنر الألنر آرتري بدل أن يكون ديب للفلكسر مصوز رح يكون سيبرفشيال ألنر ما يبين هذا الشي عندي؟ مثل ما اللاحظ تنتقل للصورة مالتة وبعدها أنه مثل ما قاعد اللاحظ هذه الصورة مالتة اللاحظ أنه صار سوبرفشيال لو اللاحظ أنه صار سوبرفشيال لكل المسلز بحيث صار سوبرفشيال لكل المسلز كل المسلز يعني فهو المفروض يكون ديب للبرونيتر تيريز الألنر هاد مالتة يكون هو ديب لها ويكون ديب للفلكسر جيجيس هورم آآ آآ سوبرفشيال يكون ديب لهذه العضلة الآن بهذه الفارييشن قاعد يصير هو أبروكسيمال قاعد يصير أبروكسيمال لهذه قاعد يصير سوبرفشيال لكل ذني العضلات بالنهاية أنه من أجي آن سوف ألاحظ أنه يوجد أرثي ويوجد أرثي أرثي الآن الشخص الذي لا يعرف أنه يوجد أرثي يمكن أن يكون 3% من الناس يمكن أن يكون عندي هذا الأرثي فهو يعتقد أنه هذا مجرد فاني ويأتي مباشرة أنه هذا فاني يطيق بره انجيكشن الآن هاي الحركة اللي هو سواها ممكن تأدي إلى وفاة الشخص ليش؟ أكو عندي بعض الدراكس أنه إذا أضطيتهم بالأرتري أنه ممكن يكون ليثال ممكن أن يكون قاتلات مميتات أه ممكن أنه ممكن اللي يصير عندي أنه بليدنج لأنه الضغط الموجود بي عالي فأنه ما رح يقدر يعمل هيلنج بسهولة وبالنهاية يكون عندي بليدنج يكون هو الدراكس نفسه أنه ممكن يكون ليثال ببساطة يجب أنه ننتبه أنه لما نريد نطة إنجيكشن لازم ننتبه أو لازم ناخذ ببالنا أنه أكو شيء اسمه ببساطة الآن ننتقل إلى الـ الـ الآن احنا أخذنا قبل شوية أنه الـ ممكن ببساطة أنه يصير عندي بالـ أنه ينقسم بالـ فأكيد رح يصير عندي بهذه الحالة أنه الـ رح يبلش عندي بالـ وممكن أنه يبلش عندي بالـ الأكزلة ممكن الأكزلة الرأي يعطيني راديال أرتري ببساطة أنه يعني ينقسم يكون الـ بالبداية وممكن يكون الرأيال أرتري ممكن يكون للـ وأيضا رح يكون عندي نفس الحالة مع الـ فبدل أنه يكون للـ ويكون محمي بالـ فشة رح يكون رح يكون رح يكون رح يكون سببتة للـ وإلى آخرية من هاي الأمور وهذا يكرسي موموريح وظاهر جامعة يعني سببتة 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 من مكان مرتفع حسنا حب المرتفع أصدر الـ 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 أصدر ونحن نحن ليس إلا لدينا لدينا إلى نحن إن لدينا نحن لا تستخدم في هذا السلايد المهم انه بهذه الفقرة انه مجرد قاعد اعرض انه لما يصير عدي ميديا نرف انجري شنو اللي يصير عندي كمثال لأي نرف انجري ما اريد ادخل بتفاصيل كثيرة انه الانرش يصير والريدياش يصير انه راح تكون نفس الفكرة ممكن تطبيقها فعمليا انه لما يكون عندي ميديا نرف انجري او لما يكون عندي انجري لأي نرف ببساطة انه او المسلز او الاسكن يعني السنسيشن الموتور الموتور انجري والسنسر انجري اللي قاد يوصل لهذا النرف انه راح تنقطع مثلا اذا صار عندي انجري بالميديا نرف ببساطة بما معناته انه هو تقريبا تقريبا ما غذ اي شيء ما غذ اي عضلة ما سوى اي شيء منذ ادخل للفرآن وصار بقضاء معناتها انه انقطع او انه اصيب لدرجة انه صار عده completely damaged اوكي فانه هذا اللي صار عنده فانه ببساطة انه راح ينقطع كل الانرفيشن لستركترز اللي المفروض يغذيها السنسيشن للسكن والانرفيشن للمسلز فما كان عندي اي كونتركشن بعد ممكن يسويها هذا النرف فهذا انكمل هذا انكمل لكل النرف ففي حالتنا انه مثلا اذا صار عدي انجري لي الميديا نرف بالألق ريجن اي راح يصار عدي انه الميديا نرف يغذي 6 muscles and a half يعني 6 عضلات ونص من عضلات الفور ارم والواحد ونص راح يغذيهن الالنر فعمالين راح يصار برالسز دي كل ذني العضلات اللي قاعد يغذيهن هذا الميديا نرف وتبقى عندي شغالة فقط العضلات اللي يغذيها الالنر نرف اللي هي عبارة عن عضلة واحدة اللي هي الالنر كاربي sorry الفلكسر كاربي النارس ونص عضلة اللي هي الفلكسر النصف الميديا الهاث of the flexor githorum aprofundus هذا اللي يصير اكو عندي ظاهرة ايضا لطيفة هذه الظاهرة السندروم نسميها anterior enterosius syndrome اهنان اللي قاعد يصير شنو الانتيرا انتر اوسيس نرف هو عبارة عن برانت من الميديا النارف فاذا صار عندي انجري لهذا النارف فقط يعني ما صار عندي انجري لكل الميديا النارف فقط هذا النارف فقط هذا الدفجن من الميديا النارف رح يصير شي عندي شي نسمي اه ابنورمال هو condition اسمها anterior enterosius syndrome ولكن استاين مالتها ان يكون عندي ابنورمال ابنورمال بنج ببساطة اذا المريض اللي سوي اوكي هاي علامة الاوكي ماشي فاذا اقول له سوي اوكي ما رح يقدر يسوي اوكي بحيث انه تكون سيركل تمام رح يسويها بهذه الطريقة هيت او هذا ما يسكون بي فلكشن اي فلكشن ما يسير بيه وهذا رح يسويها بهذه الطريقة و رح تكون عندي هيت هاي شفهم منها اذا ما قدر يسويها صحيحة انه سواها هيت شي شفهم من عندها الان هذا هذا الثم المفروض يكون عنده جاية من الفور ارم اللي هي الفلكسر بولوشيز دونغس والفلكسر بولوشيز دونغس الالنرف اللي سوي لها انرفيشن هو عبارة عن الانتيرا انترووسيس نرف طالما هذا النرف انه مقطوع او انه ممكن يكون دامجد او ممكن يكون انه علي كومبريشن او اين يكون اللي صار بيه فببساطة انه ما قعد يوصل انرفيشن فخلى انه هذا الثم ما قعد يقدر اسوي له اوكي و بنفس الوقت انه انا هذا الالنرف ايضا رح يغذي عندي بقية هذا التصف رح يغذي عندي كل الاصبع الانتير رح يغذي عندي الفلكسر لاعرف تشاعرت التجيلة في انتير الال�ق الذي سوف Reagan بدalling لهذا العضل اللي يتغذي هذا الاصبئ اللي تعمل فليكشن للدستل انتر الانجيال جوينت فبالنهاية انه ما رح يقدر يعمل فليكشن لهذا ثبتة ما رح يقدر يعمل هاي الحركة فبالنهاية رح تبقى هذه مثل ما قاعد اللاحظ هذا الجوينت ما رح نقدر نسوي عليه فليكشن هذا ببساطة الانتيرير انتر اوسيوس سندروم هذا كل اللي صار عندي هنا انا البرونيتر سندروم البرونيتر سندروم ببساطة انه عندي انا الـ median nerve رح يمر ما بين الـ heads of pronator tears الان بنفس الطريقة انه صار علي compression انه مثلا هاي البرونيتر تيرز العضلة البرونيتر تيرز صار لها هايبرتروفي هايبرتروفي ببساطة انه هاي العضلة الآخرين عندي صار بها هايبرتروفي ولكن ممكن يكون مثلا بالبرونيتر تيرز انه يعني صار كايبرتروفي بطريقة طبيعية او انه مثلا ممكن يكون انه pathological مو physiological هذا اللي عندي physiological انه ممكن يكون pathological فبنهاية انه هاي من اعمل pronation يعني من يجي شخص مثلا انه يخلي ايدا وفيتش وانه اعمل pronation ممكن يسوي الفحص راح احس انه اكو pain يعني الـ pain راح يزداد واساسا انه 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 اروح للطبيب لانه عندي pain البرونيتر سندروم راح يكون اكو pain بس بنسوي هاي الحركة اللي هي البرونيتر تيرز راح تضغط راح تسوي compression على الـ median nerve وبالنهاية راح تسوي weakness السبب weakness لكل العضلات اللي غديها هذا الـ nerve بس الحالة شفناها قبل شوية الان شنو ممكن يكون السبب ممكن يكون يعني صار عندها ايضا هايبرتروفي بسبب انه ممكن يكون اه تراوما صار تراوما دامج صار بها دامج فصار بها inflammation و الى اخره وممكن يكون الهايبرتروفي مو بالبلي معلتها مو بالعضلة نفسها بالمصل فايبرز ذا ممكن يكون صار بالتندن يعني بالفايبرسباند معلتها وراح يجي شخص انه يعاني من الم والألم ويعني pain و tenderness وراح ينشخصه ومشور شن اللي صار عنده ذا هو اللاحظ انه هذا الـ pain راح يكون هنا وهذه العضلة وهذا الـ head smart الـ median nerve ما بين اثم communication between median and ulnar nerves communication معناتها انه اكو nerve fibers مشتركة ما بين الـ median nerve والـ ulnar nerve بمنتهى البساطة فاللي راح يصير انه طالما انه اكو فايبرز مشتركة فما راح تصير ادي نفس القاعدة انه الـ median nerve راح يغدي 6 عضلات ونص والـ ulnar nerve راح يغدي عضلة ونص لا انه ممكن اكو نيرف فايبرز يعني جاية من الـ median nerve وراحة للـ ulnar nerve فرح يصير اندي شوية innervation لذني العضلات اللي قاعد يغديها الـ median nerve ولكن مو قوية فلما اني صر عندي مثلا pain او الم بي او سر ادي اي مشكلة بالـ median nerve انه في حالة اذا اني عندي communication هذا الـ communication راح يكون اكو عندي contraction ممكن يكون عندي sensation تكون الامور لطيفة وهذا اللي يخليني انه اعتقد انه ماكو median nerve injury لكن بالحقيقة ممكن يكون اكوه لكن بسبب هذا الـ communication انه غطت على الموضوع سوى التمويه الـ clinical correlation الاخيرة اللي هي cubital tunnel syndrome ببساطة cubital tunnel syndrome انه مثل ما نعرف انه الـ ulnar nerve راح يدخل posterior لـ medial apicondyle فهاي المكان اللي يدخل من اندر راح نسميه cubital tunnel هاي الـ cubital tunnel syndrome هو لما يكون اكو compression هذا التندنس ارك اللي صار التندنس ارك اللي يعني هو ببساطة انه الـ median الـ median سوري الـ ulnar nerve راح يدخل ما بين الميديا ما بين الـ humeral head والـ ulnar head وفلكسر كاربي ulnar راح يدخل ما بين اتنو وبنهاي راح يصير يعني راح يدخل من خلال هاي النقطة للـ 4R فاللي راح يصير انه هذا التندنس ارك راح يضغط هيعمل compression على الـ ulnar nerve وبنهاية راح يسبب عندي انجري للـ ulnar nerve الـ compression راح يسبب انه يعني قطع ممكن يكون قطع ممكن يكون انه قطع ممكن لا انه قطع مو كمبليت يعني بهذا المعنى فادي كانت اخر clinical correlation اتمنى ان كانت لطيفات استمتعت بها صراحة الى حد ما استمتعت لما شرحت الا ما استمتعت اه هنا انتهت عندي المحاضرة اتمنى تكون لطيفة كانت بالنهاية يعني نلتقي بمحاضرة اخرى واتمنى انه تستمرون بالدراسة رغم ظروف اللي قاعدين يشارعون الـ depression اللي قاعدين يصير عندنا اتمنى تستمرون بالدراسة لانه الوقت اللي الان احنا ممكن نستثمر بشيء لطيف انه ظل ندرس فاتمنى تكونوا المستمرين بالدراسة وعليه نلتقي بمحاضرة اخرى اشتركوا في القناة